السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في فيديو إيجاد الكسور المتكافئة من سلسلة الكسور حيث سنجد الكسور المتكافئة باستخدام الضرب والقسمة وسنكتب الكسور في أبسط صورة لنبدأ إذا كان لدينا الكسر واحد على ثلاثة فللحصول على كسر مكافئ أي مساوي له نضرب البسط والمقام في نفس العدد هنا لنضرب البسط في اثنان لتكون العملية واحد ضرب اثنان والتي تساوي اثنان ويجب أن نضرب المقام أيضاً في اثنان لتكون العملية ثلاثة ضرب اثنان والتي تساوي ستة هنا ضربنا البسط والمقام بنفس العدد اثنان وبذلك فإن الكسر واحد على ثلاثة والكسر اثنان على ستة متكافئان أو متساويان وبنفس الطريقة يمكن أن تضرب البسط والمقام بأي عدد للحصول على عدد لا نهائي من الكسور المكافئة للكسر واحد على الثلاثة ولكن بشط أن تضرب البسط والمقام معاً وبنفس العدد لنرى كسراً آخر 1 على 4 جد كسرين كافئين له باستخدام الضرب ولفعل ذلك سنختار أن نضرب البسط والمقام في عدد 3 مثلاً فنحصل على 1 ضرب 3 في البسط وأربعة ضرب 3 في المقام ليكون الناتج 3 على 12 وبالتالي فإن الواحد على 4 والثلاثة على 12 كسرين متكافئين ويمكن أيضاً أن نختار أن نضرب الكسر 1 على 4 بالعدد 5 فنحصل على 1 ضرب 5 في البسط وأربعة ضرب 5 في المقام ليكون الناتج 5 على 20 وبالتالي فإن الواحد على 4 والخمسة على 20 كسرين متكافئين وتعتبر هنا 3 كسور 1 على 4 وثلاثة على 12 وخمسة على 20 ثلاثة كسور متكافئة وبنفس الطريقة يمكن أن نستخدم القسمة لإيجاد كسور متكافئة فمثلاً في الكسر 6 على 9 إذا أردنا إيجاد كسر مكافئ له يمكننا أن نقسم البسط والمقام على نفس العدد ولكن هنا علينا أن نختار العدد بدكاء بحيث يقبل كل من البسط والمقام القسمة عليه بدون باقي هنا سأختار الثلاثة لأن البسط والمقام يقبلان القسمة عليها بدون باقي سنقسم البسط على 3 لتكون العملية 6 تقسيم 3 التي تساوي 2 وسنقسم المقام أيضاً على 3 لتكون العملية 9 تقسيم 3 تساوي 3 ونسمي إيجاد الكسور المتكافئة بالقسمة اختصار لأن الأعداد في الكسر الناتج أقل من الأعداد في الكسر الأصلي ونقول أن الكسر الناتج هو أبسط صورة إن لم نستطع إيجاد أي عدد يقبل القسمة على البسط والمقام معاً عدد 1 هنا الـ 2 على 3 هي أبسط صورة للكسر لأن الـ 2 تقسم على الـ 2 والـ 1 فقط والـ 3 تقسم على الـ 3 والـ 1 فقط والآن لنرى الكسر 21 على 28 جد كسر مكافئاً له باستعمال القسمة نلاحظ أن البسط والمقام يقسمان على العدد 7 إذن نستطيع إيجاد كسر مكافئ بالقسمة على 7 نقسم البسط على 7 ونقسم المقام أيضاً على 7 لتكون العملية في البسط 21 تقسيم 7 والتي تساوي 3 والتي تكون العملية في المقام 28 تقسيم 7 والتي تساوي 4 وبذلك يكون الكسر 21 على 28 والكسر 3 على 4 كسران متكافئان ويكون الكسر 3 على 4 هو أبسط صورة بسبب عدم وجود عدد يقسم عليه البسط والمقام معاً على الـ 1 حيث تقسم الثلاثة على الثلاثة والواحد والأربعة تقسم فقط على الـ 1 والأربعة والـ 2 إذن لا يوجد عدد مشترك يقسم عليه البسط والمقام معاً إلا الـ 1 والآن مع الكسر 18 على 12 اكتب الكسر في أبسط صورة أولاً يجب أن نجد عدد يقسم عليه البسط والمقام معاً نلاحظ أن الثمانية عشر والاثنى عشر عددان زوجيان إذن يقسمان على 2 وبذلك نستطيع قسمة البسط على 2 ونقسم المقام أيضاً على 2 ويكون ناتج العملية 18 تقسيم 2 يساوي 9 وناتج العملية 12 تقسيم 2 يساوي 6 ومما أن التسعة والستة يقسمان على 3 فهذه ليست أبسط صورة للكسر إذن نتابع مع الكسر 9 على 6 فنقسم البسط على 3 ونقسم المقام أيضاً على 3 سيكون ناتج العملية 9 تقسيم 3 في البسط يساوي 3 وناتج العملية 6 تقسيم 3 في المقام يساوي 2 هنا هذه أبسط صورة حيث لا نستطيع قسمة العددان معاً على عدد غير الواحد لنرى مثال آخر وهذه المرة مع الكسر 4 على 4 اكتب الكسر في أبسط صورة بما أن البسط والمقام يساويان 4 نستطيع قسمتهما على العدد 4 نقسم البسط على 4 ونقسم المقام أيضاً على 4 ليعطي 1 في البسط و1 في المقام والذي يساوي العدد الصحيح 1 حيث أن الكسر 4 على 4 هو كسر يدل على الكل كما تعلمنا سابقاً والآن جد العدد في المربع ليكون الكسرين متكافئين 2 على مربع يساوي 6 على 12 ننظر إلى البسط لأنه الذي سيرشدنا إلى الطريقة التي نشأ الكسر المكافئ فيها ونفكر ما عملية الضرب أو القسمة التي نجريها على الاثنان لنحصل على الستة أكيد ضرب ثلاثة وبما أن الكسرين متكافئين فإن المربع يجب أن يضربه كذلك في الثلاثة ليساوي 12 ولكن العدد الذي نضربه في ثلاثة فيساوي 12 هو الأربعة إذن المربع يساوي أربعة مثال آخر جد العدد في المربع ليكون الكسرين متكافئين 15 على 25 يساوي مربع على 5 ننظر إلى المقام لأنه الذي سيرشدنا هنا إلى الطريقة التي نشأ بها الكسر المكافئ ونفكر ما عملية الضرب أو القسمة التي نجريها على الـ 25 لنحصل على 5 أكيد تقسيم 5 إذن بما أن الكسرين متكافئين فإن الـ 15 تقسيم 5 ستعطي المربع وـ 15 تقسيم 5 تساوي 3 إذن المربع يساوي 3 وفي الختام أتمنى أنك أصبحت قادرا على إيجاد كسر مكافئ باستخدام الضرب أو استخدام القسمة لكتابة الكسر في أبسط صورة وفي المستقبل سنستخدم الكسور المكافئة لإيجاد ناتج جمع وطرح كسور غير متشابهة بالإضافة لكتابة ناتج ضرب وقسمة كسور بأبسط صورة وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر